مرحبا بكم في الجزء الثاني من الرد على برنامج الدليل حفريات مزورة لتطور مزعوم لمن لم يشاهد الجزء الأول أنا أنصح بأن تشاهدوا الجزء الأول ثم تشاهدوا هذا الجزء بعده وسأقدم مستقبلا ردود على الحلقات الأخرى الخاصة بالإلحاد الآن بدأ دكتورنا باجترار مهزلة جديدة أسماها بالفضيحة العلمية بل هي فضيحة لمن يردد هذا الكلام دون بحث ودون تمحيص نسمع كلامه وبعد ذلك نرد عليه لكن دي مش للأسف مش المفاجأة الوحيدة اللي في هيكلوس المفاجأة الثانية واللي هي تسويها في القوة عدمة الحوض اللي وريتها لحضرتك اللي هي موجودة في هيكلوسي اللي هي دي أيوة أحيات تانية دي دي ريبليكا دي حاجة بس من صناعة تصدير اللي هي دي الأخيرة دي أه لكن دي اللي بتكلم عنها دي أيوة دي مش بالمنظر دا اللي لقوه هي عبارة عن في هيكلوسي كانت متفتتة لأربعين قطعة ممش مكتملة طيب يعملوا فيها ايه في عالم اسمه أوين لافجويس العالم دا قرر يجيب من القص اللي هو الجبس يعمل قطع صغير قبل ان اكمل اذا لحظتم دائما ينطقون الاسماء خطأ يعني اقل شيء اذا قرأت مقالة لعالمة وقرأت كتاب لعالم فانطق اسمه بشكل صحيح هو اسمه أول لاف جوي لاف جوي ليس لاف جويس هي رأى تشبه القطعة المتفتلة ويحفرها بالإزميل ويشكلها علشان يعمل منها عظمة تشبه عظمة حوض لإنسان صغير هي يعني فبركة عظم والأمر ده اتعمل وتصور فيديو هو بيعمل هذا الأمر ويقوله عليه أخيرا عالم عرف يسترجع لنا عظمة نوسي يسترجعها إيه ده هو شكلها بإيده تخيل في تحليل جنائي الكلام ده يتاخذ به بصراحة ده كارثة يعني يعني إذا لاحظتم حتى في كلامه تدليس يعني عندما يتكلم يقول أخيرا استطاع عالم أن يسترجع لنا عظم هذا كل أمور ليس لها أي علاقة بالصحة هناك علماء مختصون في إعادة تركيب الحفريات هذا العالم المسمى الأون لوف جوي هو الذي تكلف بهذه المهمة وأعادة تركيب الحفريات هذا مجال اختصاصه وإعادة تركيب الحفريات كما رأينا في الجزء الأول كنت تكلمت عنه قليلا هي مسألة جار بها العمل سأرد على كل ما جاء في كلامه بخصوص حوض لوسي فبعد أن دلسوا وكذبوا في مسألة ركبة لوسي فهم الآن ضحيتهم الجديدة هي حوض لوسي سيقدم كذلك الفيديو الذي فيه على قناة PBS الأمريكية وبرنامج نوفا الذي كان يبين كيف كان أون لوف جوي يعيد تركيب هذه الحفرية المسألة التي عادية جدا في علم تركيب الحفريات لكن هم يريدون الضرب في أي شيء حتى يبين أن لوسي لم تكن تمشي على قدمين أولا أون لوف جوي شرح بالتفصيل الطريقة التي استعمل في إعادة تركيب عظام حوض حفرية لوسي أين شرح هذا الأمر؟ شرحه في مجلات علمية وفي ندوات ولم يعترض إلى اليوم أي عالم أحياء قديمة على طريقة أون بل حتى من يختلفون معه في أشياء أخرى لم يعترضوا على عمله ثانيا إعادة تركيب جزئيات أو جزئيات قطع العظام الصغيرة أمر جار به العمل هذا أمر جار به العمل في إعادة تركيب العظام فأثناء التحفر عندما يكون الهيكل يتحفر كثيرا ما تتهشم العظام وتضغط ببعضها البعض فلإعادة تركيب هذه الحفرية تحتاج أن تتعامل معها مثل البازل يعني عندك أجزاء صغيرة ويجب أن تعيدها إلى مكانها الأصلي شكل حوض لوسي كما وجد لم يكن معقولا لأن العظام تهشمت والتسقت ببعضها البعض وضغطت ببعضها البعض فتحفرت بهذا الشكل الذي هو ليس شكل طبيعي ليس شكل أصلي فعادي جدا أن يعيد علماء تركيب الحفريات إعادة تركيب الحفريات أن يعيدوا تركيب هذه الحفرية ثالثا لم يغير أول شكل الحفرية الأصلية كما يدعي الجهل الكذبة هو عمل نسخة مطابقة للحفرية الأصلية حفرية لوسي الأصلية لم تتغير ولزالت على حالها إلى الآن ويستطيع أي شخص للطلاع عليها هذا أمر معروف عند علماء إعادة تركيب الحفريات لا أحد يستطيع أن يغير شكل الحفرية الأصلية تترك على حالها تعمل منها نسخة مطابقة للأصل وتعمل على النسخة رابعا يحاول الخلقيون أن يضربوا في إعادة تركيب حوض لوسي وكأن الحوض وحده الذي يبين أن لوسي كانت تمشي على قدمين هذا غير صحيح سأقدم لكم الآن يا إخوة مقالة انتبهوا إلى عنوان المجلة التي نسرت فيها هذه المقالة مجلة الخلق Journal of Creation هذه مجلة الخلقيين إنها مجلتهم هذا شاهد من أهلها هذه مقالة رائعة وصادقة تضرب كل هذه الأكاذيب عن حوض لوسي في مقتل لمن يريد أن يحمل هذه المقالة سأعطيكم الرابط الآن هذا هو رابط المقالة لمن يريد تحميله هذه هي المقالة وهي من مجلة كما قلت Journal of Creation ها هو العدد وهذه السنة 2006 خلاصة هذه المقالة أنها تقول بما يقوله العلماء وتنتقد المغالطات التي ينشرها بعض الخلقيين حول حفرية لوسي هذه المقالة يا إخوة كافية للرد على كل التدليس الذي جاء حول حوض لوسي وهو كاتبها خلقي من الخلقيين لن أترجم طبعا كل ما جاء في المقالة فالمقالة طويلة تسعة صفحات لكن لمن يريد يمكن أن يحملها من الرابط الذي وضعت ويقرأها سأترجم بعض الفقرات التي جاءت فيها هذه الفقرة هنا يقول فيها كاتب المقالة من يقرأ المراجع الغير علمية المنتشرة يتكون عنده انطباع أنه لا يوجد إلا حفرية حوض واحدة لفصيلة الأسترالوبيثيكوس وهي حفرية لوسي فيظن أن هذه الحفرية هي الوحيدة التي تشير إلى أن لوسي كانت تمشي على قدمين الحقيقة هي أنه موجود العديد من حفريات الأحواض بعضها غير مكتمل وبعضها مكتمل ومسألة قدرة الأسترالوبيثيكوس على المشي على قدمين كانت متبتة حتى قبل اكتشاف لوسي في صفحات هذه المقالة ويشرح الكاتب بالتفصيل الممل طريقة إعادة تركيب الحوض وبالصور والطريقة المستعملة وكل تقنيات المستعملة في ذلك فهي فعلا مقالة رائعة من شخص خلقي يؤمن بالخلق لكن صادق فيما يقول هنا لأنه ينقل كلام العلماء بدون تدليس وبدون كذب نذهب الآن إلى الصفحة الثامنة نقرأ هنا بعض الخلقيين يدعون أن إعادة تركيب حوض لوسي هو الذي أعطاها القدرة على الوقوف بانتصاب يظهر أن هؤلاء لم يدرسوا هيكل لوسي بأي شكل من الأشكال حتى لو عن طريق ما كتبه علماء آخرون لأنه لو فعلوا لعرفوا أن ليس الحوض فقط هو الذي يجعل من لوسي تمشي على قدمين بل كل الهيكل يشير إلى ذلك تقوس العمودي الفقري طول واتجاه عظم الفخض وعظم الساق وعظام اليد والرجل تشير إلى المشي على قدمين ثم ننتقل إلى أسفل الصفحة هنا يقول كلام رائع هنا أيضا عن لوف جوي يقول هل إعادة تركيب الحوض التي قام بها أون لوف جوي هي التي أعطت للوسي القدرة على المشي على قدمين لا لوسي كانت تمشي على قدمين بل حتى لو لم نعثر على أجزاء عظام الحوض المتهشمة لعرفنا بشكل قاطع أن لوسي كانت لها القدرة على المشي على قدمين ثم يضيف هنا أن أون لوف جوي أعاد تركيب الحفرية انطلاقا من نسخة وليس من الأصل ويقول أن الأصل موجود في المتحف الوطني الإتيوبي في العاصمة أديسابيبا ويمكن لأي أحد يذهب ويطلع عليه سيسأل الآن دكتورنا سؤالا حول لماذا يزور ويحرف العلماء حسب ادعائهم فنسمع لجوابه الكلام ده هقول لك طب إيه الدافع هما ليه بيعملوا كده حول حضرتك إيه الدافع لهم بيعملوا كده وراء تلت أسباب باختصار شريف السبب الأولاني محاولة لإثبات التطور بأدلة وهو لا يوجد أدلة حقيقية فالأدلة بتتركب بهذا الشكل البعض حيقول لا دول علماء محايدين الحقيقة لا مش محايدين لأن فيه عامل تاني مهم وهو عامل الأموال للتدعيم لأجل الأبحاث العلمية بتاعتهم العلماء دولا ما بيبحثوش بأموالهم فأنا ما عندهمش ده بيقضوا مرتبات للجامعات كل عالم حسب الأبحاث اللي بيقدمها بياخد ميزانية بحث كل ما يعمل حاجة زي كده ميزانية البحث بتزيد بياخد درجة علمية أكتر وطبعا العامل الثالث الشهرة الضخمة اللي بيعمل حاجة زي كده بيبقى ضيف في البرامج العلمية المختلفة بياخد منح علمية ودرجات علمية وتقديرات وبيبقى شهرة علمية واسعة جدا وممكن يحصل على جوائز لغاية ما توصل لداركة زي هم اللي بغيرها فوراها أهداف ما يقولوش ان هم المحايدين لا هم غير محايدين في الحقيقة طبعا بالنسبة له ما فيش إله فما تفرقش معهم كتير لا ضمير ولا غيره لا طبعا لو كذب رحته طيب طيب كما سمعتم الجواب الجواب طبعا هزيل ويمكن الرد عليه من عدة وجه أولا أنت لم تتبت لحد الآن كذب العلماء لحد الآن لم تتبت أي كذب على العلم والعلماء ثانيا الكذب والتدليس لم يأتي إلا من الخلقيين وبالدليل كما بيّنت في رضي لحد الآن ثالثا هناك قاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل وهذه القاعدة تنطبق تماما هنا بنى دكتورنا ادعاءه أو اتهامه على أن العلماء الذين يتبتون نظرية التطور هم ملاحدة لا يؤمنون فكما قالت المقدمة يكذبوا لا يكذبوا هذا لا يغير شيء عندهم ولذلك فلا مشكلة عندهم في الكذب وكأن المؤمن لا يكذب كل ما أتيت به لحد الآن هو كذب لخلقيين مسيحيين مؤمنين كل ما جاء الآن في هذه الحلقة إلى حد الآن هو كذب لخلقيين مسيحيين مؤمنين طبعا ما جاء في الحلقة لو ممكن أن نضيف عليهم كذب مسلمين كذلك مثل زغلول النجار وهارون يحيا وغيرهم فهم يفعلون نفس الأمر يحيا نجل وغيرهم كذب اشتركوا في القناة طيب فكيف نتعامل مع الفاتيكان مثلا الفاتيكان يؤمن بالتطور هل الفاتيكان يكذب هل الفاتيكان ملحد هل الفاتيكان بعلمائه يكذب ويتآمر مع الملحدين من أجل الشهرة والمال هل الفاتيكان غير مؤمن ماذا نفعل بمئات العلماء المسيحيين الذين يؤمنون بنظرية التطور بل والكثير منهم يدرسونها في الجامعات هل هم كذلك يكذبون يتآمرون أليسوا مؤمنين يعني أنا ممكن أن أقدم الآن عسارات من أسماء العلماء المعروفين عالميا مؤمنون مسيحيون ورغم ذلك يؤمنون بالتطور ويدرسون التطور هل هم كذبا هل هم ملحدون متسترون هل هم يتآمرون أعطيك أسماء يعني بسرعة ممكن أن نعطي أسماء يعني فقط من الأسماء من الذاكرة يعني ممكن يحضر يحضروني الآن اسم فرانسيس كولينز فرانسيس كولينز هو مسيحي إنجيلي رئيس مشروع الجينوم البشري Human Genome Project ومن أشهر العلماء على الإطلاق حاصل على جوائز كثيرة عنده اثنين دكتوراه دكتوراه في الطب ودكتوراه في الكيمياء مسيحي يؤمن بالتطور كينت ميلر مسيحي عالم بيولوجيا شهير من أكبر المناهدين للخلقيين يحاصل على جوائز كثيرة وأستاذ بيولوجيا ومن أشهر أساتذة البيولوجيا وعلماء البيولوجيا في أمريكا وفي العالم يعني ممكن أن نضيف عشرات مئات الأسماء لعلماء مسيحيين يؤمنون بنظرية التطور ويدرسونها في الجامعات هل هؤلاء المسيحيين متآمرون يكذبون من أجل المال والشهرة هو يقدم جوابه هو كأن نظرية التطور يروج لها الملحدون وكل المؤمنون لا يؤمنون بنظرية التطور هذا تدليس طيب قد يقول البعض أن هؤلاء العلماء المؤمنون الذين يؤمنون بنظرية التطور ويدرسون نظرية التطور أنهم مضطرون لذلك تحت ضغط مؤامرة عالمية من الملحدين طبعا هذا أمر مضحك لكن حتى إذا سلمنا جدلا بذلك العالم الذي له درجة أكاديمية دكتوراه في البيولوجيا مثلا أو أي حق العلمي يستطيع الحصول على أموال طائلة من الخلقيين ممكن أن يحصل على أموال أكثر بكثير من الأموال التي يحصل عليها من الجامعة أو من معاهد البحث العلمي الخلقيون ينفقون الملايين من الدولارات ينفقون الملايين من الدولارات على مؤسسات ومتاحف خاصة بهم ليثبتوا أن الإنسان كان يعيش مع الديناصورات وأن عمر الأرض ست ألف سنة إلى أخر هذه الخرافات المال موجود بجانب الخلقيين وليس بجانب الميزانية الضعيفة التي تعاني منها كثير من الجامعات سيعود دكتورنا بعد ذلك إلى اجترار الأكاذيب والمقالطات مرة أخرى عن حفرية لوسي فسيتكلم عن الحوض وعن الركبة وقد أتبتنا بالحجج الدامغة أن كلامه كله هراء أذكر فقط مرة أخرى أن لوسي هي واحدة من عسارات الحفريات لهذه الفصيلة الأسترالوبيتيكوس فحتى لو لم تكتشف لوسي لما زاد ذلك أو نقص أي شيء من معرفتنا لهذه الفصيلة أظن أن صديقنا يعتقد أن لوسي هي الحفرية الوحيدة التي اكتشفها علماء الأهياء القديمة الآن سوف يعرض علينا اعتراض علماء على طريقة تركيب لوسي ويقول أن هؤلاء العلماء الذين سيعرضهم الآن هم علماء يؤمنون بالتطور لكنهم محايدون يعني يقولون الحق أول اقتباس سيعطيه هو للدكتور ديفيد منتن نسمع كلامه ثم نرد الكلام ده اعترض عليه بعض العلماء المحايدين حتى من اللي بيؤمنوا بالتطور ولكن قالوا لوسي تمثال لوسي ده ده حاجة ضليلية نحن ما دقناش الكلام ده اللي انتو بتحطوه في المتاحف وبتحطوه في المراجع العلمية وبتنشروه في المجلات العلمية على سبيل المثال بروفيسور ديفيد منتن ده من جامعة واشنطن بعت ليه سانت لويس ميوزيوم في جزء في اديوكيتو يعني يحطين اكسهيبت يعني معرض لمراحل تطور الانسان بعت لهم وطلب منهم ان يشيلوا الميس ريبريزنتيشن ده الخدعة المحطوطة دي جاء له رد من رئيس القسم التعليمي لسانت لويس زو في اتنين وعشرين جولاي الف سعمائة ستة وتسعين ونشروا الكلام ده بيقولوا مش هنشيل هذا التمثال ما عندناش خطة ان احنا نشيله واحنا مش هنفضل نعيد ترتيب العرض بتاعنا مع كل اكتشاف جديد احنا معتقد انه الانطباع اللي بيعرضه المعرض كافي جدا للناس طبعا انت بتدي انطباع الخطأ يعني ده حتى حوال العلماء مع بعض واحد بروفيسور بيقول لهم بيقول للمتحف ان انت عرضه ده غلط احنا ده ما شفناهوش يمكن ما عندهمش غيره يا دكتور بالزبط في واحد تاني في رسالة كانت اخرى انا لا احتاج صراحة ان اعلق كثيرا فربما كذلك انتم بدأتم تتعرفون بسهولة على التدليس والكذب كما قلنا هناك العسارات من حفريات الاسترالوبيتيكوس وحتى لو لم تكن لوسي موجودة فهذا لن يزيد شيء انا وينقص منه لكن نعود الى كلامه هو يقول ان هناك علماء محايدون انا اركز على هذه الصفة التي اعطاها يقول علماء محايدون انهم يؤمنون بالتطور وهم محايدون ويأتي باول اسم هو الدكتور ديفيد منتن ديفيد منتن ننظر معا من هو ديفيد منتن هل هو فعلا عالم محايد ها هو الدكتور ديفيد منتن دكتور ديفيد منتن يا اخوة يعمل في مؤسسة answers in genesis الاجوبة في سفر التكوين هذه المؤسسة هي التي تمول وهي التي تؤسس المتاحف او ما يسمى بمتاحف الخلق التي تظهر الانسان وهو يمشي مع الديناصورات ويتعايش مع الديناصورات وعمر الارض ستة الاف سنة الى غير ذلك هذا هو الدكتور ديفيد منتن الذي يقول عنه انه محايد وانه يؤمن بالتطور مفاجأة يا دكتور هذا الدكتور ديفيد منتن لا يؤمن بالتطور وهو غير محايد اذا اقتباسك هو ليس لعالم محايد وليس لعالم يؤمن بالتطور ديفيد منتن لا يؤمن بالتطور وهو غير محايد هو بالعكس هو من مؤسسة أجوبة في سفر التكوين ممكن أن نقول كما لو قلنا أن زغلول النجار هو محايد هو يعمل في مؤسسة هيئة الإعجاز العلمي وهو محايد ويؤمن بالتطور هذا خطأ يعني هذا ديفيد مينتن هو مثل هارون يحيا أو زغلول النجار الدكتور ديفيد مينتن حاصل على دكتوراه في البيولوجيا تخصص البيولوجيا الخلايا واعتراضه لا يزيد ولا ينقص في المسألة شيئا يعني هو أصلا ليس من متخصصي الأحياء القديمة أو إعادة تركيب الحفريات القديمة وهو غير محايد هو لا يؤمن بالتطور ويعمل لصالح هذه المؤسسة التي تؤمن بأن الإنسان كان يعيش مع الضيناصورات وتؤمن بأن الأرض عمرها ستة ألاف سنة فرأيه في شكل لوسي لا ليس له أي قيمة لأن شكل لوسي ليس هو المهم أصلا المهم هو أن حفرية لوسي هي حفرية انتقالية أثبت العلماء أنها كانت تمشي على قدمين إذن مسألة أنه غير مقتنع بشكل لوسي فلا تغير في الأمر شيئا كما لو أن زغلول النجار اعترض مثلا على شيء في الجيولوجيا فلن يؤخذ بكلامه فزغلول النجار متحيز ويؤمن بخرافات القرآن والإسلام فرأيه غير مقبول حتى لو كانت عنده شهادة أكاديمية سينتقل دكتورنا الآن لمهازل جديدة نسمعها من فمه أولا وسأرد على ذلك ما هذا الحقي؟ الكرسى الثالثة أو المفاجأة الثالثة في هيكل لوسي أن نفس الطبقة اللي لقوا فيها لوسي اللي هي مفترض من 3.750.000 سنة أن نفس الطبقة دي لقوا خطوات إنسان حديث مع خطوات شمبانزي إزاي إنسان حديث بنفس حجم قدم الإنسان البالغ اللي في طولنا ويبقى موجود مع دوسي اللي هي مفترض أول مراحل تطوره الإنسان صراحة دي ضربة قاضية يا دكتور الحتة دي بالذات يعني بالظبط إزاي أنا لي الإنسان الحديث يبقى خطواته قبل مراحل تطوره يعني زي بحقك يقولي يعني هو موجود خطواته قبل ما يتوجد هو قبل ما يتوجد هو بكتير أنا صراحة لا أفهم كيف وضع هذا الخط تحت الصورة وكأنه إتبات أن هذه الآثار هي للإنسان هل بسبب هذه الكلمة هنا هومينتز؟ هل يظن دكتورنا أن هومينتز تعني الإنسان؟ عجيب أنا لا أدري عن ماذا يتكلم أو عن أي دليل يتكلم نعم هذه الآثار هذا هو عمرها لكن هي لا تتكلم عن آثار إنسان حديث كان يتمشى في هذه المنطقة كلمة هومينتز هنا في ويكيبيديا لمن أراد أن يقرأ تعني القرادة العليا كلمة هومينتز تعني القرادة العليا وهي مجموعة يجتمع فيها الشمبانزي والغوريلا والإنسان والأوران أوتان وكذلك تطلق على أسلاف الإنسان يعني في تطور الإنسان فحتى إذا ضغطنا هنا على العربية ممكن أن نقرأ نفس الكلام القرادة العليا فصيلة حيوية تتضمن البشر والبنوبو والشمبانزي والغوريلا والأوران أوتان تتكلم عن أسلاف الإنسان في نظرية التطور ممكن أن تقرأ عن هذه الأمور فلا أدري كيف أنتقل من هذه الجملة إلى أن يقول أن هذه آثار إنسان حديث من قال ذلك؟ أولا لم يعطي إذا لحظتم أي مصدر أو أي كلام عن هذه الآثار هذه الآثار هي معروفة بآثار لا يطولي آثار لا يطولي هي منطقة في تنزانيا لو قرأتم هنا ستقرؤون الإسم لا يطولي تنزانيا وليس لها أي علاقة بالإنسان الحديث كل العظام وكل الأسنان وجزئات العظام التي وجرت في هذه المنطقة كلها لفصيلة الأسترالوبيثيكوس أفارنسيس لا يوجد أي دليل على أن كانت هناك عظام إنسان حديث يعني الهوموسيبين إذا ذهبنا إلى المتحف الوطني نجد تعريف لهذا الاكتشاف لا يطولي فوت برينت تريلز وكما ترون هنا أنها اكتشفت سنة 1978 والمكتشف أو المكتشفان هم ميري ليكي سنعود لهذه الميري ليكي لأنهم دلسوا عليها هي أيضا والتاريخ هو 3.6 مليون سنة والفصيلة التي كانت تعيش في هذه المنطقة والآثار هي للاسترالوبيثيكوس أفارنسيس والمنطقة لا يطولي في تنزانيا وهنا يمكن أن تقرأوا كل المعلومات عن الأسترالوبيثيكوس أفارنسيس ويمكن أن تأخذوا المعلومات الحقيقية من هنا هو لم يتكلم عن هذه الأمور بل عندما سئل عن مرجع علمي لما قاله ستكون مفاجأة أخرى ومهزلة أخرى نستمع إليها الآن 3 مليون سنة المرجع العلمي هنا فين يا دكتور رؤوس صمح هذه الطبعاً اللي قدام حاضراتكم اللي هو أهو اللي شرح فيه أندري زيكمان في من انتبهوا يقول هذا هو الذي شرح فيه أندري زيكمان أولاً هذه امرأة وليست رجل اسمها أند أضغيان أضغيان سيلمان ليس زيكمان يعني حتى الاسم كما تلاحظون هنا وضع كي والاسم الحقيقي هنا المقتطع من الاقتباس هو أل وهي أضغيان يعني دائماً الاقتباسات الأسماء خاطئة لا ينطق الأسماء بشكل صحيح يتكلم عن امرأة ويظن أنه رجل يقول اسمه أندري زيكمان نتابع المقال كما تلاحظون هو سأله عن المرجع العلمي للآثار أثار الخطوات فهو يأتي الآن باقتباس يقول فيه أن لوسي كانت شمبانزي ما علاقة هذا بالآخر وسأعود لهذا الاقتباس لأنه كذلك نعم كما نعرف دائماً أنهم ينقبون على الاقتباسات ويقتطعون كلام العلماء وسأأتيكم بالاقتباس كاملاً لكن أنا أتسأل الآن ما علاقة هذا بذاك ما علاقة الاثنين نتابع في خطوات إنسان حديث معنا ونشر في ساينس نيوز فوليم 123 قدام المشاهد في ساينس نيوز فوليم 123 الجزء الثاني الجزء الثاني صفحة 5 أسف 5 فبراير 1983 صفحة 89 طيب كما لاحظتم كلامه ليس له أي علاقة بما في الاقتباس هنا هو يقول أن آثار الأقدام الموجودة في الصورة هي للإنسان الحديث ويقول هذا هو المرجع هذا المرجع لا يتكلم عن الآثار أصلاً هذا المرجع يعني حتى اقتباسه ليس له أي علاقة بصورة الآثار لكن ما هو مصدر هذا الاقتباس؟ مصدر هذا الاقتباس إذا كنتم تتذكرون كلامي عن دون باتن الذي حصل على الدكتورات عن طريق المراسلة من جامعة غير معترف بها في التربية المسيحية هو الذي ذكر اقتبس أو اجتث هذا الكلام للعالمة أدريان تيلمان ها هو موقع Bible.ca هذا موقع مسيحي وينشر كلام دون باتن مقالة لدون باتن دكتور هنا يقولون الدكتور دون ر باتن والمقالة هي فاصل مان وهنا نجد الاقتباس أو الكلمات أو الفقرة التي اجتدتها دون باتن والتي كررها دكتورنا في الحلقة هي هذه ها هو الاقتباس هنا هو هذا الذي أتى به نفس المصدر نعود إلى الفيديو كما تجدون نفس الكلام سيلمان compares the pygmit chimpanzee to Lucy one of the oldest hominid fossils known سأترجم هذا الكلام يا إخوة لكن أريد فقط أن تتأكدوا بأنه نفس الكلام يعني هو أخذ من دون باتن وليته أخذ من المصدر الحقيقي لما جاء بهذا الاقتباس الذي مرة أخرى أقول ليس له أي علاقة بآثار الأقدام الصورة التي ذكر قبل يعني هو يضع المراجع وحتى لا يعرف أنه ليست هناك أي علاقة بين ما يقول وما يظهر على الشاشة لكن لا بأس الاقتباس هنا ماذا يقول؟ يقول سيلمان تقارن أو قارنت الشمبانزي القزم بلوسي التي هي واحدة من أقدم حفريات القرادة العلية ووجدت تشابها كبيرا يعني وجدت تشابها كبيرا جدا وتوقف هنا نقطة أين تتمت الكلام؟ تتمت الكلام هنا هنا الكلام كما اجتدته دون باتن وكما جاء به صديقنا في البرنامج وهنا تتمت الكلام تتمت الكلام ماذا تقول؟ تتمت الكلام أن الشمبانزي القزم ولوسي متشابهان جدا في حجم الجسم والدماغ يعني حجم الجمجمة وتقول أن الفرق أو الفروق الكبيرة بينهما هما في الحوض والرجل وتقول أن هذا دليل على أن لوسي كانت تستطيع المشي على قدمين يعني تبينان هذه الفروق تبين أن لوسي كانت تمشي على قدمين وهذا كلام علمي وهذا ما نقوله من البداية هو فقط أخذ مسألة أن لوسي تشبه شمبانزي وهذا معروف معروف أن لوسي كما قلنا في الجزء الأول أن الجمجمة تشبه لحد كبير جمجمة الشمبانزي وبين العنق والحوض هو خليط بين الشمبانزي والإنسان ومن الحوض إلى الأسفل هو مثل الإنسان هذا قلناه وهذا هو الكلام العلمي لكن هو اقتطع فقط هذه الفقرة هنا التي تقول أن هناك تشبه كبير بين الشمبانزي القزم واللوسي عبارة عن شمبانزي يقول أن أدريان تسلمان تقول أن لوسي شمبانزي هل هذا ما قالت تسلمان؟ نسمع مرة أخرى هذه خطوات إنسان حديث معه يقول أن هناك خطوات إنسان حديث مع لوسي هل هذا قالت تسلمان؟ هل هذا موجود في الاقتباس الذي موجود على الصورة؟ من قال هذا الكلام؟ لا يوجد أي مرجع هو يتكلم حتى عن الاقتباس الذي اقتطعه من كلام العالمي ليس موجود هذا الكلام نتابع نتنشأ في ساينس نيوز فوليوم 123 قدام المشاهد في ساينس نيوز فوليوم 123 الجزء الثاني الجزء الثاني صفحة 5 أسف 5 فبراير 1983 صفحة 89 تمام طب يعني أنا أفهم من الكلام ده أنه في الوقت الواحد تلقى إنسان كامل وشمبانزي كامل تلقى أثار إنسان حديث يعني طيب من قال هذا الكلام لا نعرف طيب والأثار الإنسان طبعا العلم الأنثروكولوجي والبليانتولوجي يقدر من خطوات الأثر والمسافة في الأثر يقدر يحسب طوله إنسان نعم والكائن لما تحسب الخطوة حجمها قد إيه والاتساع ما بين الخطوات قد إيه وطول الكائن قد إيه إنسان حديث في كل صفاته طيب يقول أنهم حسبوا قياس قاسوا هذه الخطوات وعرفوا أن هذه خطوات لإنسان حديث طيب هذا ما يقوله العلم هو هذا أن آثار خطوات لايطولي هي لي الأوسترالوبيتيكوس أفارنسيس أعطيني مرجع علمي واحد يقول أنها آثار إنسان حديث من أين أتيت بهذا الكلام هذا موقع واحد من عشارات المواقع العلمية يذهبوا إلى موقع أي جامعة أو موقع علمي يعني حقيقي ليس موقع الخلقيين المدلسين لن تجدوا كلاما عن لايطولي فوتبرينت يعني قطوات أو آثار خطوات لايطولي يقول أنها لإنسان حديث من أين جاء بهذا الكلام لم يعطي أي مرضي عن هذا الكلام بل كان يتكلم عن اقتباس لتسلمان هو يظن أنه رجل ليس له أي علاقة بما يتكلم عنه تمام تمام فالآخر يقوله أن لوسي اللي هي أدوبك أعلى من 90 سنط دي فأعتبرت من حالة وسيطة وأنت زي معك إنسان فأنا أشكر الله من أجل أنه في علماء برضو عنديهم ضمير وأفين وصاد الناس دول بأولولهم دي خدعة وده كزب وده تزوير طيب من هم هؤلاء العلماء الذين عندهم ضمير ويقولون هذا الكلام هل سلمان التي قالت هذا الكلام من قال هذا الكلام أصلا عطونا المرضع العالم الذي قال هذا الكلام حتى تكون هناك مصداقية أصلا الكلام ليس له أي علاقة بما تقولون كل ما جاء به الدكتور ليس له أي علاقة بما يقول طيب نتابع سيأتي الآن دكتورنا بكما يسميها مفاجأة جديدة أنا أقول ضحية جديدة من ضحايا التدليس والكذب والمغالطات وهي حفرية نوت كراكر أو زينجانتروبوس أو كذلك اسمه بارانتروبوس بوازي أو OH5 هو هذا هذه كلها أسماء هذه الحفرية التي سيتكلم عنها الآن ويريد أن يتبت لنا أن هناك تزوير وهناك فضيحة علمية جديدة سنعود إلى هذا الشرح هنا لكن نسمع كلام الدكتور أولا مثال تاني من نفس المرحلة علشان لمعديلة أكتر رغب هي عسلة كتيرة وفي كلها تقريبا خدع مثال يسمى بالنوت كراكر مان أو الإنسان آكل المكسرات الصورة المعروضة قدام حضراتكم ضارت برضه من الأستروبيسيكس بس من زمن متأخر قبل أن أكمل ملاحظة طريفة فقط هو لازال يضع هذه الصورة إذا تذكرتم الصورة المهزلة ما زال يضعها هنا نتابع النوت كراكر مان اللي هو اكتشفوا لويس ليكي وده واحد بيعتبروه من العلماء المهمين في هذه الحفريات سنة 1959 واتقال أن عمره هذا الحفرية عمرها مليون وسبعمائة وخمسين ألف سنة بسبب إدعاء أن هي مرحلة وسيطة طب ليه قالوا الكلام ده البعض المشاهدين شايفين معايا هي عبارة عن جزء من جمجمة معاها فك سفلي لقيوا معاها بعض الأدوات الحجرية علشان لقيوا معاها أدوات حجرية قالوا يبقى دكائن بدأ يتطور زكاءا وبدأ يدخل في مرحلة التطور يعني الأدوات الحجرية يعني زي مترقة بيضرب بيها زي حاجات بيكسر بيها كده يعني دي الأدوات سكينة حجرية وحاجات بالزبط الحجات زي دي الحاجة بتكتبها بالزبط تفضل لكن الموضوع باختصار شديد طبعا الكلام ده اتنشر في دارس عن تونجا مان تونجا مان اللي هو الإنسان نت كراكر مان نفس الاسم ليه القصة باختصار شديد هو أول مفاجأة أن الجمجمة دي مش جمجمة واحدة أي حسن بسيط يقدر درس بسيط في هذا الأمر وفعلا فيها بحث كثيرة تكلمت على هذا الأمر هو جمجمة قرد صغير اتحطت مع فك قرد كبير ركزوا في الكلام قال أن أي شخص ممكن أن يتعرف على أن هذه جمجمة قرد صغير مع فك قرد كبير وأن هناك أبحاث كثيرة تقول ذلك أعطينا بحثا واحدا أعطينا اسم عالم واحد يقول هذه جمجمة قرد صغير وهذا فك قرد كبير طبعا لأنه لا يوجد وهذا الكلام كله تدليس وكذب فهو لن يأتي بأي بحث ثانيا مسألة الصورة هذه الصورة مأخوذة من ممكن أن تجدوها في وكيبيديا نفس الصورة هي هذه هذه الصورة بسبب زاوية التصوير طبعا تظهر وكأن الفك أكبر بمقارنة مع حجم الجمجمة لكن هذا غير صحيح وهي فقط زاوية التصوير هذا الفك يتماشى تماما مع الجمجمة ولم يقل أي عالم ولا أي بحث هذا الكلام ولو كان موجودا هذا الكلام لأتى بمرجع المراجع طبعا غير موجودة وهذا كلامه ليس عليه أي دليل وليس له أي أصل لكن نتابع فهي ليست الكائن واحد مش كنتمها والفك من البعض دول الكائنين مختلفين المفادة التانية لما قاسوها بالكربون المشع طلع عمر آلة من عشر تلاف سنة طبعا أنت بس بتقولون أنه عمر مفروض مليون سبعمائة وخمسين ألف سنة يقول لما قاسوها بالكربون المشع وجدوا أنها أقل من عشر ألاف سنة أين المصدر؟ أين مرضع هذا الكلام؟ هذا الكلام كذب مفترى أين الكلام؟ أين المصدر؟ مصدر هذا الكلام؟ قبل أن نتابع كلامه أريد أن أبين لكم هو طبعا لا يقول فقط notcracker لا يعطي معلومات أخرى يقول فقط notcracker notcracker هو لقب من الألقاب كما أن تقول مثلا لوسي هو اسمه التقني هو OH5 وينتمي إلى فصيلة هذه الفصيلة فصيلة البرانتروبوس بوازي هذه هي فصيلة هذه الحفرية هو هذا OH5 هي واحدة من الحفريات لهذه الفصيلة برانتروبوس بوازي عمر هذه الحفرية هو 1.8 مليون سنة هذا عمر الحفرية هو يقول قاسوها بالكربون المشع فوجدوها عصر ألف سنة أولا سؤال لو وجدوا العلماء أن عمرها عصر ألف سنة لو وضعوا أن عمرها عصر ألف سنة لماذا لا تجد أي مصدر علمي يقول أن عمرها عصر ألف سنة هل هي مؤامرة جديدة؟ نتابع كلام الدكتور لكن الكرسى الأكبر من كل ده أنه اكتشف معهم في نفس الكهف الذي اكتشف فيه الهيكل بداعة نوت كراكر مان هيكل عظمية للإنسان الحديث مكتملا فاتفضح من الموضوع أنا عايزك تلحقني بسرعة بالمرجع لو حتكمل في الجزئية دي بس نشوف المراجع لأنه قبل أن نسمع مراجعه الآن هو ادعاء ثلاثة ادعاءات الادعاء الأول هو أن الفك هو فك قرد كبير والجمجمة جمجمة قرد صغير وهما كائنان مختلفان عن بعضهم البعض أين المصدر؟ لا يوجد مصدر الادعاء الثاني أنه عندما قاسوا بالكربون المشع زمن أو عمر هذه الحفرية وجدوا أن عمر هذه الحفرية عصر آلف سنة أو أقل من عصر آلف سنة المصدر غير موجود الادعاء الثالث هم أنهم وجدوا في نفس المغارة التي وجدت فيها هذه الحفرية وجدوا عظام إنسان حديث المصدر لا يوجد نسمع الآن المراجع التي سيتقدم بها مهم جدا أن المشاهدين يسمعوا تفضل على سبيل المثال الكتاب بتاع ويلكنز ووكفيلد من صفحة 161 إلى 226 شرح هذا الأمر بالتفصيل وعلى ما كتير لوين وفولي في كتابهم صفحة 235 سبينسر في صفحة 610 قبل أن أكمل لعلكم تضحكون قبل أن أفسر أولا يقول المراجع الآن يقول ويلكنز ووكفيلد في كتابهم صفحة 161 إلى 226 هل لاحظتم المشكلة الآن؟ ويلكنز ووكفيلد في كتابهم صفحة 161 إلى 226 طيب أنت أعطيتنا أسماء أين اسم الكتاب؟ وهل سنجد هذا بين الصفحة 161 والصفحة 226؟ طيب لوين وفولي اسم في كتابهم أي كتاب لا نعرف الصفحة 235 والأنكى والأشد والأفضع هو المرجع الثالث سبينسر 610 كما لو قلت لك ارجع إلى المرجع عباس 85 ستجد هذا الكلام في محمد 69 ستجد هذا الكلام في خديجة 35 هل هذا مرجع علمي؟ نتابع كلامه دي أمثلة بسيطة من الناس الذين يتكلموا على هذا الأمر يعني عزيزنا المشاهدين هالمراجع قدامكم اللي يحب يكتب المراجع أو لو حيحب الإعادة ويوقف الفيديو ويشوف المراجع الموجودة قدامه العلماء بيقولوا إيه على الجمجم طيب عندما يكون البرنامج في موضوع ديني وتعطي كلاما تقول هذا في كتاب مثلا في كتاب المغني لابن قدامه في كتاب الطهارة في فصل في الصفحة أي مراجع؟ هذه نكتة ليست مراجع هذه أسماء أشخاص وأرقام صفحات يعني حتى الاسم الكامل لسبينسر من هو سبينسر؟ وما اسم كتابه؟ ما اسم كتاب لوين وفولي؟ ما اسم كتاب ويلكنس وويك فيلد؟ دكتورنا يقول أن مراجع كثيرة جدا لم تستطع أن تأتي باسم كتاب واحد عجيب الآن يا إخوة سأبين لكم طبعا أنا تعبت كثيرا حتى وجدت مصدر هذه الخرافات أولا ويلكنس وويك فيلد لم يكتبوا كتابا هو ليس كتاب بل المصدر هنا سأعطيكم المصدر الآن هي مقالات علمية في مجلة كامبريج سأضع لكم الرابط هنا لتتأكدوا هذه جامعة كامبريج ومقالات العلمية المنشورة هنا في صحيفة الجامعة أو في صحف الجامعة في مجلة Behavioral and Brain Sciences والعدد هو 18 Special Issue وهو من سنة 1995 لو نزلنا إلى أسفل الصفحة سنجد لذلك هو ذكر هنا ذكر ما بين 161 و 226 طيب هنا يعني المقالة هنا 161 و 182 ليس من كتاب لكن من هذه المجلة من الصفحة 161 ل 182 من هذه المجلة المجلة التي صدرت في جامعة كامبريج كتبت ويندي ويلكينس وجيني ويكفيلد كتبوا مقالة طيب هذا هو المصدر هنا 161 ل 182 ليس 226 كما يقول هنا لماذا هنا 226؟ أقول لكم لماذا لأن ما بين الصفحة 282 و 183 شخص آخر كتب مقالة مختلفة تماما ليس لا علاقة بهذه المقالة هنا ثم 183 و 184 مقالة أخرى ليس لها أي علاقة بالمقالة الأخرى هي مجلة علمية لكن إذا رجعت إلى آخر ما كتب ستجد مقالة أخرى كتبتها ويندي ويلكينس وجيني ويكفيلد وستجدها هنا ننزل إلى أسفل نعم هنا مرة أخرى نفس الكاتبتان ويندي ويلكينس جيني ويكفيلد كتبوا ما بين 205 ل 226 يعني أضعف الإيمان كان يدفا يأتي بالمصدر يقول لنا أين المصدر ويقول لنا أن ستجد هذا الكلام هو طبعا كذب لأنه عندي أنا المصدر وسنقرأ المصدر معا هو ما بين 161 و 182 ثم يكمل ما بين 205 و 226 يعني حتى في نقل المصدر أخطاء لأنه ربما لم يقرأ المصدر أصلا ولم يطلع عليه ولا يعرف ما فيه لأنه يجتر فقط كلام الخلقيين الغربيين كما قلنا فهذا الكلام نقله من مقالة أو صفحة خلقيين ذكروا فقط هذه الكلمة ذكروا فقط هذه الكلمات وفاديت هنا فأخذها وألزقها هنا على الشاشة طيب ماذا قالت ويندي ويلكينس وجيني ويكفيلد ماذا قالتها نقرأ الآن مصدر هذا الكلام مصدر هذا الكلام هو هنا ماذا قالت верх Vocês ويندي ويلكينس وجيني ويكفيلد ماذا قالتها هاه هو نفس المصدر وها هي ها هو الاقتباس الاقتباس يقول لويس لويس طبعا هو ميري هما لذان اكتشف حفرية نوت كراكر أو الOH5 أو الOH5 لويس ظن في البداية أن البرانتروبوس بوازي هو جد للإنسان الحديث الذي صنع الأدوات التي وجدوها في نفس المنطقة التي وجد فيها الحفرية لكنه بعد ذلك تخلى عن هذه الفكرة بعد أن وجدت حفريات الهوموهابيلس هوموهابيلس هي الفصيلة جاءت بعد البرانتروبوس بوازي ولها حجم دماغ أكبر من حجم البرانتروبوس بوازي هذا الكلام ليس فيه أي شيء يساعد ما قاله دكتورنا أنهم يقولون أن الجمجمة نتذكر للإدعاءات الثلاثة الإدعاءات الثلاثة هي أن الجمجمة ليس لها علاقة بالفك الفك هو لقرد كبير والجمجمة لقرد صغيرة الإدعاء الثاني هو أن هذه الحفرية عندما حللوها بالكربون المشع وجدوا أن عمرها عصر ألف سنة والإدعاء الثالث هو أن الكهف الذي وجد أو المنطقة التي وجد فيها هذه الحفرية وجدت فيها عظام إنسان حديث كل هذه الإدعاءات غير موجودة في كلام ويلكنس أن ويك فيلد لا يوجد هذا الكلام نذهب الآن للوين أند فولي طبعا أسماء فقط ورقم الصفحة 2035 ما هو المصدر؟ المصدر يعني هو المفروض هو يعطينا المصادر نحن نبحث عن مصادره هذه مهزلة في حداثها أنه هو المطالب بأن يعطينا المراجع فنحن الآن نبحث عن مراجعه والمضحك أكثر هو أن مقدم البرنامج يسأل الآباء والأمهات أن يطلبوا من أبنائهم أن يدققوا في هذه المراجع أنت تعطيهم اسم وصفحة يعني تصعب عليهم حتى التدقيق لأنهم إذا دققوا سيجدوا المهازل نتابع لوين اند فولي من لوين اند فولي؟ المصدر هنا يا إخوة سأضع لكم المصدر الاسم هو روجر لوين وروبرت أندرو فولي هذا هو الاسم الكامل أضع لكم المصدر هنا هذه من صفحة أمازان وكتابهم هو Principles of Human Evolution ها هو الكتاب أمامكم الكتاب هنا Principles of Human Evolution أو قواعد تطور الإنسان وهذا اسم الكاتب روجر لوين والكاتب الثاني روبرت فولي كما رأينا هنا هو وضع فقط لوين اند فولي 235 وجدت الكتاب هو هذا وها هو أمامكم الآن سنبحث عن الصفحة 2035 هنا 2035 نذهب إلى الصفحة 2035 هذه الصفحة 2035 من هذا الكتاب أولا هنا يوضح سنة الاكتشاف ومن اكتشف وهذه الأمور والصفحة هنا 2035 يتكلم عن عمر هذه الحفرية يقول عمر هذه الحفرية هو مليون وسبعمائة أو خمسين ألف سنة وكان اتبات عمر هذه الحفرية عن طريق أول استعمال للكربون المشع إذا تذكرتم كلام الدكتور في الحلقة يقول أنهم استعملوا الكربون المشع ووجدوا أن عمر الحفرية هو عشر ألف سنة تذكرتم كلامه هو عشر ألف سنة مليون وسبعمائة أو خمسين ألف سنة هذا هو المرجع الذي أتيت به رغم أنك أتعبتنا في أن نجده لأنك لم تضح حتى اسم الكتاب فيقول عكس ما تقول يقول عكس ما تقول ثم إذا تابعتم هنا الفقرة ستجدون أنه بعد ذلك تم اكتشاف فصيلة الهومو هابيليس سنة 1964 كل الكلام هنا ليس له أي علاقة بما جاء في الحلقة سأترك الصفحة مفتوحة أو ممكن أن تعملوا توقفوا الفيديو وتقرأوا من هنا من هنا إلى آخر الصفحة إلى هنا كما تريدون ممكن أن توقف في الفيديو وتقرأ كل ما هو متعلق بهذه الحفرية طيب هذا الاسم الثالث سبينسر 610 هو في حد ذاته نكتة لا يستحق البحث عنه فكما لو قلت لك وجدوا وجد العلماء حفرية جودزيلا والمرجع هو عبد الرحمن 50 يعني كيف ستجد هذا المرجع يعني سبينسر 610 ربما أضعت ساعة في البحث فلم أجد شيئا إذا وجدت أي أخت أو أي أخ هذا المرجع يرسله لي أكون له من الشاكرين سيتابع دكتورنا الآن كلامه وسيدخل في فصيلة الهوموهابيلس نسمع كلامه الوقت أعتقد دعنا ننتهل على المرحلة اللي بعدها لندينا أمثلة كثيرة لكن ناخد المرحلة اللي بعدها ناخد على المثال الهوموهابيلس المرحلة تخلصنا الأستروبيسكس نخلنا الهوموهابيلس الذي هو ده الذي هو مفروض ما بين 2 مليون لمليون سنة أيها مازال يستعمل نفس الصورة نفس الصورة مازال يستعملها يعني هذه الصورة تتكرر طيلة طيلة زمن الحلقة وهذه الصورة كما بينتوا في الجزء الأول مهزلة بكل المقاييس نتابع كلامه ولا بأس مشكلة المرحلة دي باختصار شديد أنه دايماً بيكتشفه جمجومة القرد يحاول يدعو أن حجم المخ كبر شوية عن حجم مخ القلدة العادية علشان يقوله ده في مرحلة تطور الإنسان لأكثر ذكاء من القلدة ده باختصار شديد منها من ضمن الأمثلة اللي قدام حضرتك ده الجمجومة اللي أنا كنت أعرضها اللي هي دي اكتشف أن هي عبارة عن صغير غوريلا عشان كده كان حجم المخ التعوى أكبر من حجم مخ الشم طيب أعطينا اسم الجمجومة ما هو اسم الجمجومة يعني أنت وضعت صورة والآن أتيت باقتباس من مجلة نيتشر سأعود لهذا الاقتباس لكن على الأقل أعطينا اسم الجمجومة أعطينا اسم الحفرية ما هي هذه الحفرية أنت لم تعطي حتى اسم الحفرية لكن لا بأس نتابع ده تنشر في مجلة نيتشر في العدد بتاحها 443 اللي بتاريخ سبتمبر 2006 في صفحة 296 فكانت تقول عليه مرحلة وسيطة واتضح أنه أقول عبارة عن صغير غوريلا وخلاص فين المرجع اللي قال عليه صغير غوريلا مجلة نيتشر نفسها هي ذاتها هي طبعا مجلة مهمة بالنسبة مجلة ساينس ونيتشر وناشنال جيوغرافيك دولة من أهم من ثلاث مجلات علمية بيتمسك بها مؤيد التطور لأن البيتش دائما بنشر فيها العلماء مؤيد التطور إذن يقول الادعاء يقول أن هذه الجمجمة التي أظهر قبل قليل ولم يقول حتى اسم الحفرية يقول أن مجلة نيتشر تقول أنها جمجمة لغوريلا من أين أتى بهذا الكلام يعطينا المرجع هنا يقول هو نيتشر 443 ويقوم من عدد سبتمبر 2006 والصفحة 296 طيب نذهب الآن إلى مصدر هذا الكلام ها هو موقع نيتشر موقع المجلة العلمية نيتشر نيتشر.com وها هو المصدر هذا هو المصدر العدد 443 سبتمبر 2006 ويتكلم عن حفرية من منطقة ديكيكا في إتيوبيا هذا الكلام اقتبسه من هنا سنقرأ معا ما جاء هنا ولاحظوا هو يقول أنها الهوموهابيلس تذكروا هذا الكلام فهو لا يفرق لا يفرق ولا يراجع مصادره لأنه فقط ينقل فالذي ينقل الخطأ لا يعرف أنه خطأ هذه هي مشكلة دكتورنا في الحلقة أنه كل هذه المسائل التي ينقلها في الحلقة هو لم يطلع عليها فإذا كانت خاطئة فهو ينقل الخطأ إذا كانت كذب فهو ينقل الكذب إذا كانت تدليس فهو ينقل التدليس إذا كانت اختراع وكذب مفتر غير موجود في الحقيقة فهو ينقله لأنه لا يطلع هو لم يقم حتى بما أقوم به أنا الآن أنا أتأكد من المصادر هو لا يتأكد حتى من المصادر نتابع معا هو يتكلم عن الهوموهابيلس تذكروا مثال الهوموهابيلس المرحلة خلصنا الأسترابيسكس نخلنا الهوموهابيلس اللي هو مفروض ما بين 2 مليون لمليون سنة أيوة مشكلية المرحلة دي باختصار شديد إذا الكلام هنا عن الهوموهابيلس وأن مجلة نيتشر قالت بأن جمجمة هوموهابيلس هي للقرد هذا كلامه نعيد حتى لا يقول أحد أننا ظلمناه وحرفنا كلامه نسمع الادعاء مرة أخرى تشفى جمجمة القرد يحاول يدعو أن حجم المخ كبر شوية عن حجم مخ القردة العادية علشان يقوله ده في مرحلة تطور الإنسان لأكثر ذكاء من القردة ده باختصار شديد منها من ضمن الأمثلة اللي قدام حضرتك ده الجمجمة اللي أنا كنت تعرضها اللي هي دي اكتشف أن هي عبارة عن صغير غوريلا عشان كده كان حجم المخ التاعه أكبر من حجم مخ الشمبانزي ده نعم طيب إذن يقول أن هذه جمجمة الهوموهابيلس هي جمجمة صغير غوريلا ونشرت في مجلة نيتش نعود إلى الموقع الآن ونقرأ معا ما هو مكتوب عن هذه الحفرية التي قال أنها لصغير غوريلا لاحظوا أن الكلام بدأ من وانتهى ب هو مأخوذ من هنا هو اقتطع من داخل جملة يعني لو أخذ على الأقل جملة كاملة هو اقتطع من هنا من هنا اقتطع اقتطع هنا لو رجع فقط وقرأ واقتبس من الجملة من بداية الجملة لأن تجد هنا الفاصلة والبط لو قرأ من هنا لقرأ أن القدم وأدلة أخرى من الأعضاء السفلة لهذه الحفرية تبين بشكل قاطع أن هذه الحفرية كانت تستطيع المشي على قدمين لكن عدمة الكتف التي تشبه عدمة كتف الغوريلا والعظام اليد والرجل المقوصة أثارت أسئلة جديدة عند الأوستراليوبيتكوس أفارنسيس هل لاحظتم يا إخوة؟ هذه الحفرية هي حفرية أستراليوبيتكوس أفارنسيس ليس لها أي علاقة بالهوموهابيلس وهي مقتطعة من جملة تضرب كل ما جاء به دكتورنا في مقتل تتكلم عن قدرة الأستراليوبيتكوس أفارنسيس الذي هو أقدم بكثير من الهوموهابيلس على المشي على قدمين هذه الحفرية هي عمرها 3.3 مليون سنة أنا صراحة أشفق على عقلي المؤمن البسيط الذي سيؤمن بهذه الخزعبيلات يعني اقتباسه ليس له أي علاقة بما يقول بل هو ضده مئة بالمئة هذا الكلام مقتطع من هنا والجملة حتى يعني بداية الجملة ضد كل ما قال هو يقول أن مجلة نيتشر تقول أن الهوموهابيلس نرجع إلى الإدعاء حتى نوضح مرة أخرى ماذا يقول؟ يقول أن مجلة نيتشر تقول على جمجمة هوموهابيلس أنها جمجمة قرد الحقيقة هي أن مجلة نيتشر تقول أن جمجمة أو حفرية أسترالوبيتيكوس أفارينسيس ليس الهوموهابيلس تمشي على قدمين ولها شبه بالغوريلا في بعض أجزاء الهيكل وهذا أمر علمي ومعروف انظر إلى ماذا تقول مجلة نيتشر وماذا يقول هذا في كلامه لا أدري ما أقول صراحة يعني من بداية الحلقة لم نسمع شيئا علميا حقيقيا كله تدليس في تدليس في تدليس أنا لا أقول أنهم هم الذين يدلسون أنا متأكد أنهم ليسوا هم من يدلس هو ينقل التدليس دون تمحيص هو ينقل الكذب دون أن يحقق فيه وهذه مغامرة كبيرة جدا بمصداقية قناة الحياة أنا أشفق صراحة عندما أرى هذه الأشياء أشفق كثيرا عليهم نتابع نشر في مجلة نيتشر في العدد بتاحها 443 اللي بتاريخ سبتمبر 2006 في صفحة 296 فأقول عليه مرحلة وسيطة واتضح أنه أقوله عبارة عن صغير غوريلا وخلاص فان اللي قال المرجع اللي قال عليه صغير غوريلا مجلة نيتشر نفسها هي ذاتها هي طبعا مجلة مهمة بالنسبة لمجلة ساينس ونيتشر وناشنال جيوغرافيك دولة من أهم من ثلاث مجلات علمية بيتمسك بيها مؤيد التطور لأن البيتش دائما بنشر فيها العلماء مؤيد التطور ممتاز كلامه كله خطأ في خطأ أتوقف هنا هذا كان الجزء الثاني أستسمح مرة أخرى على طول الفيديو لكن كما ترون فصعب جدا أن تلخص عندما تكون الحلقة كلها عبارة عن أخطاء في أخطاء في أخطاء شكرا على المتابعة والمشاهدة وأعدكم أن الجزء الثالث سيأتي في أقرب وقت ممكن